بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا في عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضرتكم في محاضرة لدينا من محاضرة تبسيط العلوم بنتكلم النهاردة على تكون الجراثيم الداخلية في خلية البكتيريا أو البكتيريا الاندس بور فورنيش نشوف مع بعض تركيب الخلية البكتيرية بس مش هنوقف عملها كتير إن مش هو ده الغرص في محاضرة النهاردة لكن بنتكلم على الخلية البكتيرية باعتبارها خلية برو كاريوز أو بداية النواف فمفيش فيها أي عضيات لسبب إن مفيش لمادة الوراسة هي الأساسية ما لا يحض بها بشاء نواف فمفيش نواف حفاثية طيب في الحالة العادية البكتيريا دي بتتكاثر في الظروف المناسبة زي ما احنا شايفين كده بيحصل الخلية بتنقسم بسامسو نائع أو بايناري فيشن أو كده اللي هي الخلية بتنقسم إلى خليتين في مواد غزائية متوفرة حرارة مناسبة إلى آخر هذه الأمور فبتنقسم بالشكل ده وبيكون تكاثر سريع جدا في حالة حدوث ظروف غير مناسبة آه لا هيحصل بقى ما يعرف بالسبريوليشن أو التجرثوم أو تكون الجرثومة اللي هي بتحافظ على النوع ظروف غير مناسبة زي حرارة شديدة حموضة قلوية زيادة نقص في الغزاء عمية استرفيشن مجع إلى آخر فاللي بيحصل الـ DNA بيحصل له ريبليكيشن وبيبقى extend into an exile filament أو اللي هو الخد بيبقى بطول الخلية البكتيرية بعد كده إيه اللي بيحصل؟ بيبتدي يحصل تكون سبطة معه حاجز بيقسم الخلية إلى نصفين وهي المتساويين كل واحد فيهم حيستلم نسخة من الـ DNA اللي هو تضعف يبتدي بعد كده واحد فيهم حتبقى المجرس اللي هي الخلية البكتيرية الأساسية والتاني حيكون الفولسبور أو ما يعرف بالجرثوم اللي حتكون الجرثومة بعد كده الخطوة اللي بتعدي كده تبتدي الخلية الأم بتحيط اللي هي خلية البكتيرية بتحيط بالجرثومة وهنعرف ليه حالا دلوقتي بعد ما بيحصل الكلام ده بيحصل عمية engulfment أو ابتلاع أو إحاطة بتحيط الخلية الأم بالخلية بالجرثومة بالشكل ده فهنلاحظ ان مادة الراسة بتاعت البكتيريا تتتحلق ليه خلاص دمت ان فيه بعون الله وبفضل الله ربنا جعل فيها التدرة دي ايه اللي عرفها ربنا سبحانه وتعالى دي تتحلق طبعا حاجات كيميائية يعني من خلال استشعار كيميائي خلاص أول ما تمت الإحاطة خلاص ده دوره انتهى كده ففيه هنا موجود الـ DNA موجود داخل الجرثومة دي واحده حاط بجدر بتاعتها المختلف يبتدي بقى الديو انه يتحلل يبتدي بقى يحصل ايه بتتكون الطبقات المختلفة بقى من الـ DNA ممبرين للكورتكس لكذا 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 الطبقات المختلفة اللي هتحيط بالخلية بالجرثومة عشان تديها نوع من أنواع المناعة بيبتدي كمان يطلع يخش الكالسوم وتطلع المية ويتكون ضايب بكلونيك أسد مع البروتين عشان يكون طبقات البروتين المختلفة طيب احيانا بتتكون طبقات خارجية اسمها اكسو سبور او اكسو سبرانش نعم اللي هي الشكلة ده كله بتتكون او ما تتكونش المهم ده بنوع من الـ سبور كده تتكون الجرثومة بتاعتها وبتكمل بتكون الكوت اللي هو الـ الازلة اللي احنا شايفينه ده زي ما احنا هنشوفو ده بالتفصيل ان شاء الله وكده بتكون تكون الجرثومة في الحالة دي بقى بتبقى الخلية الاصلية منهاش اه احتياج فبتيته تتحلل خلاص لان مكاولاتها تحللت خلاص هي مجرد بس نوع من الحماية لضمان اكتمال نمو والزبور وهنا بيبتدي الزبور ده في ظل الظروف المناسبة اذا توفرت بيحصل عمية جرميليشن او انبات عشان يدي خلية تانية هنا ملاحظين حاجة ان في دورة الحياة دي او عمية الـ تكاثر مع ان ما حصلش التكاثر في العادة الخلية الاصلية اهي عطت الزبور او جرثومة واحدة والجرثومة الواحدة لما نبتت حتدي خلية واحدة يعني مفيش زيادة في العادة اعتبرناها نوع من انواع التكاثر لسبب التكاثر اساسا الهدف منه الرئيسي مش حكاية زيادة العدد لا الحفاظ على النوع فهنا تم الحفاظ على النوع بس بدون زيادة العدد بطريقة خاصة بالبكترين الـ لصبور نفسه تركيبه ايه حنلاقي فيه مراجع كثيرة عفوا ورسومات كثيرة احد رسومات اهي بتبنى من الداخل مادة الوراسة طبعا ده اكيد ترمى كائن حي بلازم فيه مادة الوراسة عشان يحمل الصوات الوراسية للجيل اللي بعد كده الجزء البرتقاني ده او المحمر ده عبارة عن الكور او القلب ده بيمقاوم للهيت او الحرارة والـ UV radiation اللي هو الاشيعة فوبا نفسيجية واشيعة جاما والهاتجوبروكسايد والفورمالدهايد وبعض المكونات الاخرى او مواد الكيميائي اللي بتقزي البكتيريا هو هنا بقى في حماية الجزء الموف ده او البنافتيجي ده عبارة عن الهميession وده بيكون غير منفيذ للبايوسايدز اللي هي المواد اللي بتقضي على البكتيريا بنلاقي اللون الأزرق ده عبارة عن السيل فول بنلاقي اللون الأصفر ده عبارة عن الكورتكس او القشرة وده مقاوم والمواد اللي بتتجمر البكتيريا اللي البني ده الاوطرا الميمبريان وده مثل حاجز يعني غير ميهور للبيوسايدز이라όيدس corporations وفيه كلام فيه كتير الى اخره الجزء الاخير الى هنا ده المزرق شوية او بنفسيجي غامل ايا كان بقى زي ما تسموه الكودة او القشرة دي مقاومة لمواد كتيرة جدا زي البروكسي نايترايد او الهايدروكولورايد او الاوزون او الهادرون بروكسايد او بعض الانزيمات ايه الى اخر هذه الامور بالاضافة بقى الطواب الخريجي احنا قلنا ممكن تتكون اولا الى هنا الاكسوزبوريوم ودى بتكون مادة لاسقة بتلتصف بها بعض المواد بره عشان تفضل ما تخشش جوه وتحميها من الداخل وبكده بيكون الازبور محمي تماما بفضل الله انه هو يحافظ على مادة الوراثة الموجودة جوه طيب نشوف مع بعض الفيديو بقى اللي بيحصل اللي بيحصل ان في الوضع الطبيعي اهي ان الخلية بتنقسم اثنين اللي هي في القسام السنائي في الظروف العادية خالص فما فيش اي مشكلة لكن في الظروف غير العادية زي ما احنا اتكلمنا حنلاقي ان مادة الوراثة او GNA حيبتدي يتضاعف والخلية حتستطيل ويمتد بطول الخلية البكترية حيبتدي ينقسم اثنين حيبقى نصين يعني نسخة ما هو الضاعف فحيبقى نسختين فلاص وهتبتدي تنقسم زي ما احنا شايفين قدي النسختين اهم وتبتدي تنقسم الخلية بطريقة غير متساوية بحيث يبقى في خلية اصلية تمثل خلية البكترية والجزء ده اللي حيمثل الزبور او الجرسومة يحصل انجل في منتقى او ابتلاع الخلية الاصلية بتحيت بالخلية الام ويبتدي يتحلل ال DN الاصل بتاع الخلية خلاص ضمن في DN ايه موجود هنا ثم هتبتدي تتكون الطبقات المختلفة الخاصة بالجرسومة وبعد ما تكتمل خالص ده يبقى القشرة والكوت الخاليجي الى خير وزي احنا شوفنا الطبقات بتاعته المختلفة بيدخل الكل ثم بتطلع المياه زي ما احنا شايفين ويخش ال DIPLONIC ACID مع البروتين عشان يعمل الطبقات المختلفة للجرسومة عشان ضمان حماية مادة الوراثة بعد تحلل الخلية الاصلية بعد اكتمال النمو يتكون اكسوسبوريا ده ممكن يتكون او ممكن لا كمادة لاسقة بحيث انها بتلتزخ فيها اي حاجة كده بيكتمل نمو الاندوسبور وبالطريقة دي بيقدر ان الخلية الاصلية خلاص بتتحلل وهو بيخرج طبعا بتتحلل ان متعارضة للظروف غير مناسبة ده بتعمل كل الكلام ده كله عشان هي والظروف غير مناسبة ويبتدي الاصبور ده يفضل موجود كده لغاية لما بيلاقي ظروف مناسبة سواء مية او املاح او موات غزائية لاخره عشان ينبت ويدي خلية جديدة من البكتريا بكده بنكون استكملنا نمو الاندوسبور فورميشن او الجراتيم الداخلية للبكتريا ان كنتوا وفقتهم فمن الله وان كنتوا اخطأت اعناسيتوا شيئا فمن نفسي وانا نطلق في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم ارجو لكم النجاح والتوفيق وانتم في اتم الصحة وسعادة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته